ومعنا هاتفيا مشاهدين الكرام لتعرف على حقيقة الأوضاع في محافظة صلاح الدين معنا هاتفيا قام مقام قضاء الشرقات في صلاح الدين السيد علي دودح مرحبا بك سيد علي بداية يعني صف لنا الأوضاع في قضاء الشرقات بعد السيول القوية التي ضربت القضاء تفضل حسنا وسهلا حياكم الله الحقيقة ليلة ثامثة منذ ساعة ثالثة حجرا اجتاحت تيول كثيرة وكبيرة وقوية جدا مقضاء الشرقات في منطقة سرية الحورية دمرت منازل أكثر من ألف منزل وعندنا فتائر يعني نساء وأبطال الحمد لله يعني الساعة الخامسة عصلا يعني تم انجلاء الموقف وهبوط مناسيب المياه إلى درجات واطئة جدا وتم معالجة هذا يعني هذه المطيبة أو هذه الكارث بتحود محافظة صلاح الدين تنقضت المحافظة بكل طافاتها البلديات والدفاع المدني والكهرباء والماء وفي الآليات صلاح الدين حشدت بأمر قضاء الشرقات وبحضور السيد محافظة صلاح الدين والحمد لله تم أشلاء كل المواطنين الذين يعني تكبدوا القتائر في دورهم في أساتهم في مواكيهم في أغنامهم كلها غرتت بسبب هذه الفياضانات وهذه السيول الجارفة طيب هل حال المحافظة من جراء هذه السيول كان أفضل من قضاء الشرقات أم من الأوضاع في المدينة وباقي الأقضية نفس المشكلة لا الحقيقة فقط في قضاء الشرقات هذا الوادي يعني التحيق ينفذ من كمال الشرقات يعني جنوب المناصر من سنجار ومن غور ويتجه باتجاه الشرقات تابقا عندما تنصل الأمطار يعني فيظام بسيط داخل الوادية أو داخل مجرى هذه الأودية أما في هذا اليوم وفي هذا يعني كارثة يعني طلع الجسر قبله وطلقت جسره بعده وارتدت المياه إلى القرية فدمرت كل البيوت ودخلت كل المنازل ارتفاع المياه أكثر من متر ونصف في كل البيوت ومنها من هدم ومنها من خرب البيت أو الأساس أو العفش أو المواشي وبحمد لله يعني أنقذنا كل المواطنين تم إجلاؤهم وبحضور محافظ صلاح الدكتور عمار الدبر ومدير الكهرباء ومدير البلديات وكل الآليات وكل الجماهير يعني الشعاب كلهم تخروا قعدهم من آليات من التجاوز هذه الأزمة وهذه المحنة ما الأسباب الحقيقية أستاذ عمي؟ ما الأسباب الحقيقية لهذه الكارثة؟ يعني هل البناء التحتية لم تكن تتحمل حجم هذه السيول؟ لا الحقيقة يعني ماكو أي بناء بالوادي بالوادي يعني جاءت سيول أمطار من المنطفات بعيدة الوادي يمر من نصف هذه القرية والذي كانت أمني أليس أن المفترض أن تكون هناك سدود تحسبا لهذه السيول؟ الحقيقة يعني ما صارت يعني من 50 سنة و60 سنة ما شايفين هذا المطر ولا هذا البيضان تنظر الأمطار يكون الوادي يعني مجرح مقطيط ولا يؤثر على أي أحد ولا يؤثر للإبتار أما الآن فجرح كل البيوت والمنازق والسيارات والحمد لله تجاوزنا هذه المحنة بجهود الخيرين من أبناء السعب من المواطنين من كل الجهات يعني نعم شكرا جزيلا لك سيد قام مقام قضاء الشركات في صلاح الدين سيد علي دودح